في اطار البرامج ديال الدعم الاجتماعي للطلبة تم اولا تبسيط الاجراءات للسفادة متغطية صحية هذي خدمة مجانية بمعنى الطلبة مكي اديوش اي الشراك الغلاف المالي 11 مليار ديال السنتيم يعوش هذا المليون ديال الدرهم من اجل السهداف حوالي 300 الف طالب لغاية اللحظة تسجلو فقط 30 الف يعني 20 الف المائة لقينا ان من الاسباب العملية ديال التسجيل بعض الاجراءات فقلنا العمل على تبسيط هذا الامر باش نضمنو ولوج اكبر الطلبة من اجل السفادة من التغطية الصحية لهم واش هما غيستفتو بالتغطية كاملة مية في المية بجميع الامرات بجميع الفحوصات الطبية كيفها سيتم ذلك؟ هو النظام ديال التغطية الصحية الاساسية اللي هو متاح لان هذا الامر في اطار المدونة ديال الصحة فالسفادة من التغطية الصحية كيتحلهم لولوج للخدمات الصحية الاشتراك في هذا النظام بالنسبة للفئات الاخرى كيديوا واحد الواجب مالي بالنسبة للطلبة منذ انطلاق هذا النظام في 2015 تقرر اعفاؤهم نعم وشو اللي تفسر على ان العدد دياله مقليل الى حتى الان؟ واولا كانت الاشكالية ديال تحديد قائمة المؤسسات المعنية بهذا الامر اللي الطلبة دياله غد يستفدو من التغطية الصحية بحيث ان القرار ديال تحديد هذه المؤسسات كان بيد وزارة الصحة المرسوم اللي صادقنا عليها رجع القرار بيد وزارة التعليم الوزارة المكلفة بتعليم العالي باش كان يكون واحد اليسر وصرعة في الاعلان على هذا الامر تانيا كانت الاشكالية ان نخصي يكون واحد توقيع وليجاليزازيون وتأشير عليه وكذا الان اعمال التصريح الالكتروني بالنسبة للمنح؟ بالموضوع ديال المنح الجامعية در مجهود كبير في هاد ست سنوات الاخيرة اللي اخذينا 2011-2012 كان عدنا حوالي تقريبا ١٨٠٠ ألف طالب يستفيد من المنحة اليوم ٣٠٠ ألف تضاعف العدد تانيا كانت الميزانية ديال المنح مكتفوتش ٨٠٠٠ مليون ديرهم اليوم مليار ٨٠٠٠ مليون ديرهم تزدت مليار ديرهم وهذا واحد المجهود مالي كبير مستحق لان هذا الواجب ديالنا لفائدة الطلبة خاصة وانه تزد في قيمة المنحة ٥٠٪ تقريبا القيمة الشهرية الي كانت في السابق حوالي ٤٠٠ ديرهم بالنسبة للطلبة ديال الإيجازة ديال أصبحت ٦٠٠٠ ديرهم الناس ديال الماستر أصبحت ١٠٠٠ ديرهم في الشهر لمدة ١٠٠ شهر والناس ديال الدكتورة أصبحت ١٠٠ ديرهم لمدة ١٢٠ شهر بمعنى ١٢٠٠٠ ديرهم من بعد الزيادة في قيمة المنحة ومن بعد الإقرار ديال التوسيع المستفيدين المرسوم اللي صادقنا عليه دقاق المعايير يعني المعيار الجماعي المعيار العلمي حد دقاق الأجال والجماعات ديال اللي جن باش الطالباء اللي يأخذوا المنحة ديالهم في الوقت دياله هاد الاجراء ديال التعميم التغطية الصحية لفائد الطلبة واش في خبارك ولا لا؟ نو صراحة ما في خباريش ما عندي عليته شي فكرة واش عندك انتي تغطية صحية؟ لا ما ديراهاش؟ لا إلا الطبقات وخذتها؟ واش ماذا إيجابية ولا لا؟ لا هي إيجابية من ناحية ديال أنك ما غات خلصت ذلك شي إيجابية بنسبة الناس اللي ما عندهمش واش غادي تتساهمي بتعميم هذه الفكرة؟ اه هي صراحة مزيانة ضرورية خاصة تعمم بالناس وعرفوا هذه القضية هل لديك المنحة؟ اه لا بقية لادة بعد ما زال ما عوشوش غاية طوالية حاجة إيجابية وخذتش طبيب بعدنا ما مزيانش وخذتش تكون تخلص بريفيا دلا بيت كينتش طبيب مزيان كلينيك ما سويسي ولادك شي عمومي ما كاينش مزيان هده مندير الطاليب يستفد منا وحتى ما كنتش فراص النرمال موخصم يديرو اللي بيبليسيتي واده باش تعمم باش يعرفوا الناس ما عندنا تشيعين بعد الحد الآن ما عندنا تعين بعد القرار اللي واخده الحكوموحنا ما بخبار ناش وشنوفنا دعالك في إداما مشيتي انتي وتسجيلتي باش تستفديمنا وشفيها إجراء إيجابي؟ وإجراء إيجابي انا مكره ناش واده الفائدة دينا احنا هل يمكنك أن تتخلصي؟ هل يمكنك أن تتخلصي؟ هل يمكنك أن تتخلصي؟ نعم نعم لا يريده ولكن أنت له باشكر معanca 여러분 لأنتقال هلن ينحن أيد للعمال لديهم؟ نعم